أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام مين غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافرون أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وعجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشذف منهم قوة وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رسل بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكأنوا بها يستهدئون الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم اللي تردعون ويوم تقوم الساعة يبلس المدرمون ولم يكن لهم من شركائهم سفعاء وكانوا بشركائهم كافرين ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فهم في روضة يحبرون وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الماقرة فأولئك في العذاب محضرون فسبحان الله حين تنشون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته أن خلق لكم من تراب من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أبوادا لتسكنوا إليها ودعن بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض والخلاف أنسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منابكم بالليل والنهار وابتغاهكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ما فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقبون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أول عليه وله المثل دعنا في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ألمانكم من شركاء فيما ردقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقبون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصدين فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لقلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون منيبين إليه واتقوه ويقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا سيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مسنا سضروا دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا ذاقهم منه رحمة وإذا فريق منهم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا أذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يعو أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدد إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون فآت ذا القربى حقهم والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون ودها الله وأولئك هم المفيحون وما آتيتم من زكاة تريدون ودها الله فأولئك هم المضعفون الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يريتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلك من شيء سبحانه وتعالى عما يشلكون ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي يعملوا لعلهم يردعون قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين فأقم ودهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون من كفر فعليه كثره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون يجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبدغوا من فضله ولعلكم تشكرون ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فداءهم بالبينات فانتقمنا من الذين أدرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسقه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق فترى الودق يخرج من فلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى ثاد رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدرين ولئن أرسلنا ريحا فعاهم مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مكل ولن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون تصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون